ازمة جديدة تعاكر صفو العلاقة بين اربيل وبغداد تضاف الى ازمات سابقة وهذه المرة كان المقر المتقدم التابع للعمليات المشتركة في كاركوك فتيل اشعالها مراقبون يرون ان ازمة كاركوك ما هي الا اسلوب ضغط تتبعه اربيل على بغداد لتحقيق الاتفاقات المالية والسياسية التي ابرمتها مع اتلاف ادارة الدولة والتي بموجبها تشكلت الحكومة الاتحادية فضلا عن مطالبة السوداني الوفاء بالتزاماته التي قطعها للاقليم في برنامجه الحكومي تسعة اشهر مضت على تشكيل حكومة السوداني ولا تزال الاتفاقات التي ابرمتها مع حكومة الاقليم مجرد حبر على ورق كما تزعم اربيل في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الاتحادية بان اربيل هي من اخلت ببنود الاتفاقات ولم تسلم الارادات النفطية وغير النفطية المتفق عليها كيلو الاتهامات اخذ منحا اكثر تصعيدا حين اتهمت اربيل بغداد باتباع سياسة التجويع ضد الكردي واستغلال قوت مواطني الاقليم لتحقيق مكاسب سياسية فضلا عن انتهاك الدستور والتنصل عن ارسال مستحقات الاقليم المالية وطالبت بضرورة ارتكاز ادارة الحكم والصنع القرار على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن من جانبها اكدت الحكومة الاتحادية حرصها على حقوق مواطني الاقليم كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات واتهمت اربيل بعدم الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور والذي يعد اقصر الطرق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة بين الجانبين واكدت بان الاموال التي بذمة الاقليم تجاوزت ثلاثة اضعاف حصته المقر في الموازنة الاتحادية ومع سيل الاتهامات المتبادلة بين اربيل وبغداد تظل رواتب موظفي اقليم كردستان والتنسيق الامني في المناطق المتنازع عليها والاتفاق على الية تصدير النفط من حقول الاقليم وغيرها ابرز الملفات العالقة بين الجانبين واحدى ابرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة